التقى الفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد الكوات الجوية التقى ستيفان ميل رئيس هيئة أركان السلاح الجوي والفضاء الفرنسي وذلك خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كذلك تأكيد الجانبين على فتح أفاق جديدة للتعاون والشراقة للسراتيجية وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والفرنسية فضلا عن الإشادة بالتعاون المثمر والبناء مع الشركات الفرنسية العاملة في مجال صناعة الطيران ودورها الإيجابية في دعم وزيادة القدرات والكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية كما تضمنت الزيارة قيام قائد القوات الجوية المصرية بجولة لقيادة الفضاء التابعة لقيادة القوات الجوية الفرنسية وزيارة قاعدة موم مخسو الجوية وتفقد مركز العمليات ومركز المحاكاة المتقدمة يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توزيع تعزيز أوجه مجالات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة ترجمة نانسي قنقر